السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله يقولك مؤشر طالع معرفتي ليش انا شكي اعتمده لانا ياخر من اللي كي توجد في حالة عقارة كي توجد في واحد الحالة يعني صعبة يعني في حال اخت حانا مش هتعملتها بغاية جبرت المؤشر عندها طالع علما ان السيدة ما عندها شي احتلمة ما عندها لا دخلت في شي حازا ايه وفي نص الوقت يعني قالوا لما عندك شي حاجة تستفيد يعني احنا الوضعية دينا كاشخص معاقن يعني وضعية يعني استثنائية يعني كنتمنى من النصر للأقل الحالة كانت المقبلة ان شاء الله ايه انطرقوا هاد الموضوع وسمعوا شي تنضيحات معادي الهيات المعنية هو المسألة ديال السجل الاجتماعي اللي دبالآن الناس اللي هم مرضى كان عندهم القبل الرميد ودبا اصبح عندهم هاد لمو وكان واحد مجموعة ديالناس كيتشكاو كيقولوا بانهم يتم ورفضهم لانديس ديالهم كيكون طالع كيكون ذاك المؤشير طالع من القبل كانت عندهم غير ورقة واحدة بطاقة واحدة كيدخل كيقضي بيها الاغراض كلها وكل سيميستر دبال اليوم قد لقى ربما كان مجموعة ديال المكاتيب مجموعة ديال المؤسسات خصوشين من هنا من هنا وهذا ربما خلق واحدة عدد ديالناس كيتشكاو بان هذا خلق لهم متاعب وحنا غن نستغل الفرصة في هاد البرنامج المبارك وكان وجهوا واحد نداء للناس اللي هم مسؤولين على هاد القطاع ديال الشئ الاجتماعي هو غرضوهم هو تقديم الخدمة غرضوهم هو اعطاء شيء جديد لكن بغن نبلغوا لهم بان وحد العدد الكبير ديال الناس كيتشكاو بانهم يتم حرمانهم من الحصول على هذا السجل الاجتماعي كما قد بس عبدالعزيز قال الاخت حنان اخت حنان كتتوصل معنا دائما في الإدعاء مكفوفة غير متزوجة ماتوا الوالدين وبقى تعيشة في واحد الوضعية وكان ديما كتتصل بنا كتشكا بان ما عنداش الماء الشعروب الماء الشعروب ما كانش وكتمشي يحتل واحد العوينة في المنطقة ديال الوزان باش تجيب واحد جرعة ماء ينتصور بان هات سيدة كتعيش في الظلام وما عنداش جرعة ماء وعيشها لوحدة وكتعيش على غير العطاء ديال الاهل الاحسان ثم بعد ذلك غد يلقوا بانه غيقولوا لي هالمؤشر ديالك طالع لان ديس ديالك طالع لا تستحقين هاد الورقة وينما كانش بحال هادك يستحق المساعدة لما نعطوها فكنا نتمنى ان شاء الله هاد نداء يوصل السادة المسؤولين الله يجيزكم بألف خير باش نخدموه كاملين بقلب واحد ندير واحد نظام اللي يقدر يكون اجتماعي فعلا ويكون يقدم الخدمة للانسان ويكون مو يسر لانه ملك يبقى مشي من المكتب 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 كي تيه ومن البات يخلي كل شي يزيد في حاله وكان عندي يقين بان المسؤولين كانوا مجموعة لدي الناس اللي في الادارة المركزية وغيرها ناس قلبهم كبير وكيبغي الخير وكيبغي يقلب ويجتهد ويبدع شي طريقة من طرق لتكون مؤسرة فالله يجيزكم بألف خير هاد المشكل دي السجل الاجتماعي خاصة مراجعة عميقة وقوية حتى ينال المواطن الضعيف الحق دياله بكل ارياحية وبكل عزة نفس السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله